قَالَ رَبِّ اجْعَلْمِيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثلاثَ لَيَالٍ قَالَ رَبِّ اجْعَلْمِيَ آيَةً قَالَ رَبِّ اجْعَلْمِيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثلاثَ لَيَالٍ سَوِيَا يَأْفِيَا أَقَوَجَ عَلَى قَوْمِي مِنَ الرَّمِحْ أَرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ سَبِّحُوا بُكْتُرَةً وَعَشِيَا يَا يَحْيَا خُذِي الْكِتَابَ بِكُوَّةً يَحْيَا خُذِي الْكَابِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكمَ صَبِيَّا وحنانا من لدن او زكاة وكان تقيا ما شاء الله يا شكرا صلى على النبي وابا عن بوالديه ولم يكن جبا والعطية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخلت من دونهم حجابا فأرتلنا إليها روحنا فتمث فللا بشرا سويا قالتني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك يا أبلك غلاما زكيا الله ينور عليك قالتني أعوذ بالرحمن منك قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسس لي بشر ولمك بغي ينقال كذلك أعوذ بالرحمن منك قالوا على ربك وعلي أين ولنجعله آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا الله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا شكرا